السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الكرام هل للذنوب فوائد؟ هل المعاصي وجه مشرق؟ السؤال غريب غير أنه لإيضاح الفكرة عليك أن تتأمل أخي الحبيب عبداً مؤمناً مسلماً مصلياً مطيعاً لله سبحانه وتعالى في أحواله في غالب أحواله وإذا به ذات يوم يشعر بحالة من الزهو ويعني الصفاء والنقاء ويتأمل في أحواله وإذا به له حظ من قيام الليل له حظ من القرآن لا يفرط في شيء من الفرائض بر بوالديه بل له إسهام في فعل الخير وغير ذلك الكثير ثم إذا به ينظر يمنة ويسرة فيجد هذا مقصراً في الصلاة ويجد ذاك يغتاب الآخرين ويجد هذا يبخل فلا يتصدق فتحدثه نفسه ثم يجد الشيطان لذلك سبيلاً يجد إليه سبيلاً ليوسوس له وليشعره بنوع من الإعجاب والغرور فإذا به وهو في هذه الحالة التي أوشك فيها على الهلاك بيد هذا الشيطان اللعين وهو يوسوس له ويشعره بأفضليته أو بتميزه عن الآخرين إذا به يقع وفجأة ودون سابق إنذار في معصية تذله وتوقفه عند حده وكأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى لتقول له قف عند حدك فأنت إنسان مذنب عاص مخطئ فلا تزدر الآخرين وإذا به يعيد حساباته أيها الإخوة وفعلاً يقارن كان يقارن نفسه قبل هذا الذنب بالآخرين فيجد في نفسه ما يجد فإذا به فجأة يقول لنفسه ألم تفعلي كذا وكذا لعل هؤلاء جميعاً الذين أنظروا إليهم وربما أزدريهم لعلهم أفضل عند الله مني فيقع في ذنب يوقفه عند حده فهنا أيها الأخ الحبيب إن كنت عاقلاً فطناً صادقاً ستستغل وتستثمر هذه الذنوب أو هذه المعارضة التي تقع بين الفترة والأخرى ستستثمرها بطريقة من أو بطريقتين يعني هناك يعني أسلوبان أو طريقتان لاستغلال مثل هذه الذنوب وهو يقع في أحوالنا أيها الإخوة نلحظه لا يغفل عنه إلا من يعني نعوذ بالله إلا من خذره الله يعني الذي يذنب ويظل أيضاً يبرر لنفسه ثم لا يلتمس العذر للآخرين فيزدريهم وهو بعيبه وذنبه هذا يعني طبع الله على قلبه لكن المؤمن والصادق والفطن والعاقل هو الذي يستثمر هذه المعاصي وهذه الذنوب التي يقع فيها وهو بشر في النهاية كلنا بشر بإحدى طريقتين أو وسيلتين الأولى أو أسلوبين عفواً الأولى أن تستغل هذا الذنب للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى للوقوف بين يديه للبكاء والتضرع لتقول يا رب أنا لازلت مذنباً عاصياً فاعف عني فيفرح الله عز وجل برجوعك هذا وتوبتك هذه الأسلوب الآخر أو الطريقة الأخرى أو الباب الآخر الذي تستغل به هذه الذنوب أو هذه المعاصي في أن تحسن الظن بالآخرين في أن تلتمس الأعذار للآخرين في أن لا ترى نفسك أفضل من غيرك بل تحتقل نفسك وتحتمل وتفترض أن هؤلاء الذين كنت تزدريهم ربما لا يقعون في هذه الذنوب التي وقعت فيها وهكذا أيها الإخوة نلحظ وجها مشرقاً لا يعني قد يعني يغفل عنه الكثير من الناس وجه مشرق لهذه الذنوب وهذه المعاصي ثم للتوضيح لا يعني ذلك أبداً أن ندعو إلى الذنب أو أن تتعمد الذنب أو أن تقصد أن تعصي الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذا يحصل مننا جميعاً لكن ليس في ذلك أبداً يعني دعوة إلى أن نذنب لأن للذنوب فوائد أو إلى أن نعصي لأن للمعاصي وجها مشرقاً أبداً